صلاة لمحمد بن الحنفية رضي الله عنه بسم الله الرحمن الرحيم اللهم اجعل أفطل صلواتك وأكمل تحياتك وأجمل تسليماتك على الفاتح للنبوة وقاتمها شمس سماء الرسالة النور الأنور والسر الأطهر صاحب الحوض والكوثر والشفاعة يوم المحشر سيد سادات الملك والبشر حجة الحق على الخلق سلطان الأنبياء وبرهان الأصفياء حبيب رب العالمين سيدنا ومولانا حضرة محمد رسول الله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وذريته وأزواجه أمهات المؤمنين والتابعين إلى يوم الدين رذوان الله عليهم أجمعين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى من علمته الأسماء وجعلته قبلة لأهل العلا أعني به سيدنا وأبانا آدم وصل على أمنا حوى صلوات الله على نبينا وعليهما اللهم صل على سيدنا محمد وعلى من أوحيت إليه العلوم وتكلم بأنواع الفهم أعني به سيدنا شيت النبي مداوي الكلوم صلوات الله على نبينا وعليه اللهم صل على سيدنا محمد وعلى من رفعته مكانا عليا وأوحيت إليه علوما وافية أعني به حضرة إذريس النبي صلوات الله على سيدنا وعليه اللهم صل على سيدنا محمد وعلى من أرسلته إلى أهل الأرض وأنجيته من الكرب العظيم وجعلت من نسله جد سيدنا محمد إبراهيم أعني به حضرة نوح النجي النبي الذي قال بسم الله مجراها ومرساها إن ربي لغفور رحيم صلوات الله وسلامه على نبينا وعليه اللهم صل على سيدنا محمد وعلى من جعلته رسولا نبيا واتخذته خليلا وأنجيته من نار عدوه إن جاء أنجليا أعني به حضرة إبراهيم الذي قال إنه كان بي حفيا صلوات الله وسلامه على نبينا وعليه اللهم صل على سيدنا محمد وعلى من مدحته بقولك الكريم إنه كان صادق الوعد وفديته بذبح عظيم وجعلت سيدنا محمدا من ذرية ذلك الكريم أعني به سيدنا إسماعيل الرسول بن إبراهيم صلوات الله وسلامه على نبينا وعليهما اللهم صل على سيدنا محمد وعلى من جعلت من ذرية الأنبياء وجعلته مقتدا للأتقياء أعني به حضرة إسحاق النبي إمام الأولياء صلوات الله وسلامه على نبينا وعليه اللهم صل على سيدنا محمد وعلى من خلصته من حزنه وجمعت بينه وبين ولده الكريم أعني به سيدنا يعقوب النبي بن إسحاق بن إبراهيم صلوات الله وسلامه على نبينا وعليهما اللهم صل على سيدنا محمد وعلى من جعلته الكريم أعني به سيدنا يوسف النبي بن يعقوب بن إسحاق بن إبراهيم صلوات الله وسلامه على نبينا وعليهما اللهم صل على سيدنا محمد وعلى من أمر قومه بالمعروف ونهاهم عن المنكر بالوعد والوعيد فقال لو أن لي بكم قوة أو آوي إلى ركن شديد أعني به حضرة لوط النبي السعيد صلوات الله وسلامه على نبينا وعليه اللهم صل على سيدنا محمد وعلى من أنذر قومه بالأحقاف ونجيته وأمته من الريح العقيم بالعناية والألطاف أعني به سيدنا هودا النبي ذا العدل والإنصاف صلوات الله وسلامه على سيدنا وعليه اللهم صل على سيدنا محمد وعلى من أخرجت له الناقة من الصخرة والقوم قد عقروها فدمدمت عليهم بذنبهم وكان ذلك بعد ثلاثة أيام من الوعيد في الصبيحة أعني به سيدنا صالحا النبي صلوات الله وسلامه على نبينا وعليه اللهم صل على سيدنا محمد وعلى من كان واعظا وخطيبا لقومه بلا ريب أعني به سيدنا الرسول النبي حضرة شعيب صلوات الله وسلامه على نبينا وعليه اللهم صل على سيدنا محمد وعلى من اصطفيته برسالاتك وأرسلته إلى فرعون وهامان وقارون بآياتك وآتيته التوراة على الطور وجعلته هدى لبني إسرائيل ليخرجهم من الظلمات إلى النور أعني به سيدنا حضرة موسى بن عمران على نبينا وعليه أفضل صلوات الرحمن اللهم صل على سيدنا محمد وعلى من أنكر على من اتخذ العجل إلها أشد إنكار حين استخلفه الكليم أعني به حضرة سيدنا هارون النبي الحليم صلوات الله وسلامه على نبينا وعليه اللهم صل على سيدنا محمد وعلى من جعلته خليفة ليحكم بالقسط بين الناس وآتيته زبورا وجعلته لمن اقتداه نورا أعني به حضرة سيدنا داود النبي صلوات الله وسلامه على نبينا وعليه اللهم صل على سيدنا محمد وعلى من وهبت له ملكا لا ينبغي لأحد من بعده وسخرت له الثقلين والدواب والطيور والريح حتى جاءه الهدهد من سبأ بنبأ يقين أعني به سيدنا حضرة سليمان النبي الأمين صلوات الله وسلامه على سيدنا وعليه اللهم صل على سيدنا محمد وعلى من قلت فيه إنا وجدناه صابرا نعم العبد إنه أواب اركض برجلك هذا مغتسل بارد وشراب فكشفت ما به من ظرن إذ ناداك أني مسني الشيطان بنصب وعذاب وآتيته أهله رحمة من عندك إنك أنت الوهاب أعني به سيدنا حضرة أيوب النبي على نبينا وعليه الصلاة والسلام من الرب الوهاب اللهم صل على سيدنا محمد وعلى من سبحك في بطن الحوت بقوله لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين فأنجيته من الغم وكشفت العذاب عن قومه ومتعتهم إلى حين وقد قالوا يا حي حين لا حي ويا حي تحيي الموتى ويا حي لا إله إلا أنت يا أرحم الراحمين أعني به حضرة يونس النبي صلوات الله وسلامه على سيدنا وعليه اللهم صل على سيدنا محمد وعلى من كان رفيقا لكليمك حين عزم على ملاقات عبدك الذي علمته علما من لدنك أعني به سيدنا حضرة يوشع النبي صلوات الله وسلامه على سيدنا وعليه اللهم صل على سيدنا محمد وعلى من تجليت له بالحياة وجعلته من المرسلين وجعلته من المرسلين وقلت فيه سلام على إلياس أعني به سيدنا حضرة إلياس النبي صلوات الله وسلامه عليه اللهم صل على سيدنا محمد وعلى من تجليت له بالحياة وآتيته رحمة وعلمته من لدنك علما وأعطيته عسن الصفات أعني به سيدنا حضرة خضر النبي صلوات الله وسلامه على سيدنا وعليه اللهم صل على سيدنا محمد وعلى من هو لقومه المتبع أعني به سيدنا حضرة النبي أليسع صلوات الله وسلامه على سيدنا وعليه اللهم صل على سيدنا محمد وعلى من كرمته بالنبوة والفضل أعني به حضرة سيدنا النبي ذي الكفل صلوات الله وسلامه على سيدنا وعليه اللهم صل على سيدنا محمد وعلى من آتيته الحكمة والبيان فأخرج ما في القوة من الأسرار الحكمية إلى العيان أعني به حضرة سيدنا لقمان صلوات الله على نبينا وعليه اللهم صل على سيدنا محمد وعلى من جعلته من الأصفياء أعني به حضرة سيدنا النبي أشعياء صلوات الله وسلامه على سيدنا وعليه اللهم صل على سيدنا محمد وعلى من ناداك نداء خفيا بقولك فهب لي من لدنك وليا يرثني ويرث من آل يعقوب واجعله رب رضيا أعني به حضرة سيدنا النبي زكريا صلوات الله وسلامه على نبينا وعليه اللهم صل على سيدنا محمد وعلى من آتيته الحكم صبيا وسلمت عليه بقولك وسلام عليه يوم ولد ويوم يموت ويوم يبعث حيا أعني به حضرة سيدنا يحيى النبي بن زكريا صلوات الله وسلامه على نبينا وعليهما بكرة وعشيا اللهم صل على سيدنا محمد وعلى من تكلم في المهد صبيا وأنشأت جسده من نفخ الروح الأمين حين تمثل بشرا سويا أعني به من آتيته الإنجيل وجعلته رسولا إلى بني إسرائيل وهو سيدنا حضرة عيسى بن مريم صلوات الله وسلامه على سيدنا وعليهما اللهم صل على سيدنا محمد الحامد وعلى من كان نبيا قبيل مبعث سيدنا محمد أعني به سيدنا حضرة خالد بن سنان العنبسي صلوات الله وسلامه على سيدنا وعليه اللهم صل على من ختمت به الرسالة وأن يتهوا بالنصر والفتح والكفثر والشفاعة روح جسد الكونين وعين حياة الدارين الذي انشقت منه الأسرار وانفلقت منه الأنوار النور الأنول البهي المعصوم المقرب الولي النبي أفطل جميع الخلائق علوا وسفلا وأكمل جميع من يناط به الرقائق من الممكنات روحا وسرا المختص بالحب الذاتي الإلهي المصطفى المصفى قرة أعين الأنبياء برهان الأصفياء المتوجب تاجبها إقاب قوسين أو أدنى شفيع الشفعاء للشفاعة يوم الجزاء وشفيع المذنبين أفطل رسل رب العالمين سيدنا ومولانا حضرة محمد رسول الله صادق الوعد الأمين وعلى آله وأصحابه وأهل بيته وأزواجه وذريته وأشياعه وأتباعه ومحبيه وجميع أمته إلى يوم الدين والحمد لله رب العالمين